السودان شهدت خلال الأيام الماضية تحولا مهما في مجريات السياسة وأيضا خطوة مهمة على طريق الاستقرار في السودان وقع الاتفاق الإطاري ما بين المكون العسكري وما بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي كان طرفا أساسيا في التفاوض مع القيادة العسكرية في السودان للخروج من الأزمة خلال الشهور الماضية احنا كلمنا كتير عن الشأن السوداني وعن التشكيلات والفصائل السودانية المختلفة وموقفها المتعددة وأيضا أشرنا خلال الفترة الماضية إلى قرب تحقيق هذا الاتفاق الذي رعته أو قدمته لجنة السيرية في نقابة المحامين السودانية هذا الاتفاق وقع منذ أيام وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع من المكون العسكري وفصائل أخرى من الحرية وتغيير المجلس المركزي هم الطرف الآخر في التوقيع اللجنة السلسية التي كانت لها دور كبير في تسهيل المفاوضات الأمم المتحدة اتحاد الافريقي الإيجاد كانوا مشاركين ومباركين لهذا الاتفاق أيضاً الآلية الربعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا كانت أيضاً مشاركة وداعمة هناك ترحيب دولي سكرتير عام الأمم المتحدة كثير من الفعالين الدوليين رحبوا بهذا الاتفاق ولا سيما أنه يخرج السودان أو يمثل خطوة لخروج السودان من عنق الزجاجة أو من حالة الاحتقان والإضطراب اللي موجودة في الشارع على مدار شهور مدد وده اللي انعكس على الوضع الاقتصادي الاقتصاد في السودان من أفقر الاقتصادات في أفريقيا التضخم بلغ ربما 110% بنتكلم أن تلت السكان بواجهة أزمة غزائية كثير من المصانع قفلت المعونات والمساعدات الأجنبية توقفت منذ 25 أكتوبر من العام الماضي 2021 عندما اتخذ المكونة العسكري عدداً من الإجراءات الاستثنائية ومنها إنهاء الحكومة المدنية التي كان موجودة أنزك طيب الاتفاق دوان في عدد من البنود أول بنت أو أهمهم تشكيل حكومة مدنية رأسها رئيس وزراء مدني له صلاحية ده أول حاجة بالإضافة أيضاً إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية ويتولى الفريق أول عفتاح البرهان قيادة الجيش ويتولى الفريق محمد حمدان دوكلو المعروف بإسمها حمدتي قائد قوات الدعم السريع ودي أيضاً أحد المكونات العسكرية الموجودة في السودان وليم نتكلم كثيراً على فكرة توحيد الفصائل المختلفة التي تحمل السلاح لتنضوي تحت الجيش السوداني أيضاً تشكيل مجلس تشريع يضم كل الأحزاب ولجان المقاومة مع منح المرأة أربعين في المية من مقاعده وتشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء ويضم في عضويته عدد من الوزراء منهم وزراء الدفاع والخارجية والمالية محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين وانتهكات حول الإنسان إزالة التمكين التمكين يعني يقصد به النظام الرئيس البشير الذي مكن الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة في السودان فشكلت لجنة سابقة لإزالة هذا التمكين ومصادرة أموال وإزالة ناس من وظائفهم المتحكمين فيها هذه اللجنة توقفت بعد الإجراءات الإستثنائية في 25 أكتوبر 2021 ولكنها ستعود بإجراءات مختلفة ومراجعة لقرارات أخرى ولا سيما أن عناصر النظام السابق أو النظام القديم يريدون مرة أخرى أن يعودوا إلى المشهد وأن يتحكموا في مفاصل الدولة السودانية وهما ترفضه القوة والفصائل السودانية على اختلافها وتنوها هناك طبعا بنود تتعلق بالإصلاح الجيش وقوات الأمن والعدالة الانتقالية وغيرها ربما تكون محل تباحث فترة لاحق زي اتفاقات كثيرة بتحدث هناك من أيد هذا الاتفاق زي ما قلت لحضراتكم قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي وهناك أيضا قوة أخرى عرادت هذا الاتفاق منها لجان المقاومة في الشارع اللي بيتظهروا باستمرار ورفعين شعارات لا للتفاوض مع القوات المسلحة والمجلس العسكري هناك أيضا القوة القديمة المحسوبة على الإحوان المسلمين والنظام السابق ذات التوجوات الإسلامية ضد هذا الاتفاق في حركة العدل والمساواة في قوة أخرى تتعلق بما تحدثنا عنه المرة قبل الماضية عندما تحدثنا عن تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ربما لم تشارك أيضا في توقيع لهذا الاتفاق طبعا نحن في كل الأحوال يعني بنهنئ الإخوة في السودان على بلوغ هذا الاتفاق اللي بيشكل خطوة للأمام ونتمنى أن تتسع روكة هذا الاتفاق وهذا التوافق ليضم مختلف القوة طيارات في السودان حتى يتحقق الاستقرار وتبدأ المرحلة الانتقالية التي حددت بتولي رئيس الوزراء مهام عمله ويتم التوافق سريعا على شخص رئيس الوزراء ويتم الانتهاء من هذه التشكيلات المختلفة للدول على هامش قمة الرياض القمة العربية الصينية التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفريق الأول عبدالفتاح البرهان وتحدثه في عدد من القضايا والموضوعات المهمة بعضها يتعلق بالشأن السوداني والعلاقات المصرية السودانية وبعضها يتعلق بمسألة سد النهضة تجديد التوافق والاتفاق في وجهتين نظر المصرية والسودانية على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة قضية المياه قضية أمن قومي بالنسبة للبلدين وهي كذلك سبات موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليميا ودوليا دعم مصر الاتفاق السياسي الإطاري اللي أنا كنت بكلم مع حضرتكم عنه الآن واعتباره خطوة هامة ومهمة ومحورية لأرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق يضمن استقرار ورخاء السودان أيضا أكد رئيس مجلس السيادة في السودان شكره للدعم المصري غير المحدود للسودان في المحافل الدولية والإقليمية للحفاظ على أمن واستقرار السودان واضح جدا من قراءة هذه التصريحات والتي تمخضت عن القمة المصرية السودانية أن مسألة التوافق والاستقرار عنوان مهم جدا في الشأن السوداني مصر تدعم هذا التوافق وتدعو إليه وتدعم هذا الاستقرار وتؤيده بشدة هذا بالإضافة إلى القضية الأساسية والمحورية التي غلبت على النقاش في هذه القمة وهي قضية صد النهضة مرة أخرى تتلاقى الإيرادتان المصرية والسودانية على التأكيد على أهمية وجود اتفاق ملزم لملء وتشغيل صد النهضة وهو في هذا تأكيد مهم جدا على أن حق المجتمعات وحق الدول في التنمية وحق هذه الدول في موارد مائية عادلة وأن لا يجور أحد على حق الآخرين في الحياة والمياه سمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستئناف هذه الفقرات في برنامجنا اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة